السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأيل الأطلسي أو الأيل البربري هي مسميات لحيوان واحد وهو سلالة من الأيل الأحمر التي تنتمي إلى فصيلة الأيليات اسمه العلمي سيرفوس ألاكوس بارباروس حيث سيرفوس يرمز إلى جنس الحيوان وهو الأيل وألاكوس ترمز إلى نوع الحيوان وهو الأيل الأحمر أي سيرفوس ألاكوس يعني الأيل الأحمر وأما بارباروس فهو يرمز أنه ينتمي إلى سلالة الأيل البربري أي هو الأيل الأحمر البربري وفي النهاية نقرأ سيرفوس ألاكوس بارباروس معناها الأيل الأحمر البربري يستوطن هذا الحيوان في شمال إفريقيا وبالتحديد في المغرب والجزائر وتونس ويتركز بكثرة في الحدود التونسية الجزائرية بهذا الحيوان حالة حفظ غير مستقرة وذلك لعدة أسباب منها زوال موطنه وتعرضه لحملات صيد غير قانونية قد تعرض هذا الحيوان لمحاولة إكثار في عدة منتزهات ومحميات منها من نجح ومنها ما باء بالفشل كتجربة سكيكدا في ولاد عطية يقتات هذا الأيل كغيره من الأيائل على القضار والفواكه المتواجدة في منطقته وتلتقي الذكور والإناث في شهر سبتمبر إلى أواخر شهر أكتوبر لتتزاوج هناك ثم تحمل الأنثى حوالي ثمانية أشهر لتضع صغيرا أو صغيرين كان الأيل البرباري فريسة للدبابة والأسود والنمور ولكن من حسن حظ هذا الحيوان أن هذه الأخيرة قد انقرضت كان هذا فيديو قصير على الأيل البرباري وإن شاء الله سنقوم بفيديو مطول نتكلم فيه عن كل سلالات الأيل الأحمر أستودعكم الله لا تنسوا الإعجاب